طيب اللي احنا عايشين فيه ده دلوقتي احنا عايشين فيه بقالنا سنين بقالنا سنين تعالوا نشوف عشوائية وتخبط اتحاد الكرة اخر عشر سنوات كان عامل ازاي في اكتوبر 2012 تم انتخاب مجلس ادارة جديد لاتحاد الكرة بالقياسة جمال علام ومعه اعضاء حسن فريد نايبن وهاب الهيطة وحمد مجاهد ومحمود الشامي وعصام عبد الفتاح وحمد المصر ومجدي المتناوي وصف زاهر وخالد لطيف في العضوية وصح الهواري في المقعد النسائي مجلس جمال علام في 2012 شهد منتخب مصر معه اكبر هزيمة في تاريخه بعد الخسارة امام غانا 6 واحد في تصفيات المنديال كما فشل المنتخب في التأهل لكأس الامر الافريقية 2013 و2015 وكبر رحيله باكثر من عام تعاقد مجلس جمال علام مع الارجنتيني هكتور كوبر الذي استمر في قائد المنتخب حتى منتصف 2018 ما شاء الله تاريخ كله انجازات عشان كده رجع تاني في اغسطس 2016 فاز هاني بوريدة بانتخابات الجبلية ومعه مجلس مكون من قرم كردي وصف زاهر وخالد لطيف وعصان عبد الفتاح وحازم الهواري ومجدي عبدالغاني وحازم امام ومحمد ابو الوفا واحمد مجاهد وصحر الهواري في المقعد النسائي في خلال ولاية بوريدة ومجلسه نجح المنتخب المصري في الوصول الى نهايات كأس العالم 2018 في روسيا وتأهل لكأس الامر الأفريقية 2017 بعد غياب عن المشاركة في البطولة تلت دورات بل وتأهل الفراعنة الى النهاية استضافت مصر بتويد كأس الامر الأفريقية 2019 في عادة بوريدة ومجلسه لكن المنتخب ودع المنافسات من دور الستاشر بعد الخسارة من جنوب أفريقيا وظهر بشكل متواضع جدا ما دفع المجلس لتقديم استقالته بسبب الغضب الجماهيري الكبير أو بالمجلس الحالي بعد استقالة مجلس بوريدة داخل اتحاد الكرة في مسلسل اللجان المعينة وفي غاوستس 2019 تم تعيين لجنة خمسية برئاسة عمر الجنيني وعدوية محمد فضل وإحمد عبدالله وجمال محمد علي وصحر عبدالحق لإدارة شؤون الاتحاد وتم تمديد مدتها أكثر من مرة لإنجاز المعامة التي حددت لها ومن بينها تغيير لياحة الجبلية في ديسمبر 2020 قرر الفيفا رحيل اللجنة الخمسية وتعيين لجنة ثلاثية برئاسة أحمد مجاهد وعدوية أحمد حسام عوض ومحمد الشهاربي لتسيير الأعمال والتجهيز للانتخابات التي تم تأجيلها أكثر من مرة حتى تمت في يناير 2022 وجابت لنا المجلس الحالي يا بركة في يناير 2022 تولى جمال علام رئاسة الاتحاد بعد فوزه في الانتخابات ومعه خالد لندري نائب الرئيس والأعضاء حلمي مشهور وحزي إمام محمد بركات وآب الكومي ومحمد أبو الوفا وعمل حسين ودينا الرفاعي شوف الإنجازات شاهد الفضل جمال علام أزمات عديدة في وقت قصير حيث بدأ بالخلاف مع مدرب المنتخب كالوس كيروس ثم أحداث تنظيم نهاية دولة أبطال أفريقيا ومؤخرا سوق التعامل في اختيار المديل فني الجديد للمنتخب وتضارب التصريحات حول لها مصير المدرب أهب جلال الشاهد المشترك في مجالس إدارة اتحاد الكرة خلال السنوات العشرة الأخيرة هو سوق إدارة مسابقة الدوري وكثرة التأجيلات وتلاحم المواسم وتكرار أزمات كيد اللعبين بجانب أزمات متكرارة حول الأجهزة الفنائية المنتخبات الوطنية إلى جانب سوق إدارة منظومة التحكيم عشر سنين من كل حاجة غلط عشان كده احنا تأخرنا جدا في كورة احنا بعيد احنا متأخرين في كورة عشر سنين عن كل جرانة في كورة مش هقولك في العالم مش هونما في العالم مسابقتنا بسنوات أكتر شويتين ثلاثة بس احنا على الأقل متأخرين عشر سنين على الأقل فمين بقى اللي هيجارينا لعشر سنين دور بسرعة مين اللي هيديق الفرق ده بسرعة الله وعلم الله وعلم